قدم سعادة السيد محمد بن إبراهيم نمطوع وزير شؤون مجلس الوزراء محاضرة بعنوان برنامج عمل الحكومة ومنظومة العمل الحكومي لمنتسب برنامج قيادات الذي يقدمه معهد الإدارة العامة بيباب انطلاقا من الدور المحوري الذي تقوم به القيادات الحكومية في تنفيذ برنامج عمل الحكومة إذ أن كل موظف قائد في منظومة العمل الحكومي في مملكة البحرين قدم سعادة السيد محمد بن إبراهيم نمطوع وزير شؤون مجلس الوزراء محاضرة بعنوان برنامج عمل الحكومة في منظومة العمل الحكومي لمنتسبي برنامج قيادات الذي يقدمه معهد الإدارة العامة بيباب ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية كل واحد من المسؤولين لا بد أنه يعرف ليس فقط اليوم والحاضر إنما كذلك لازم يعرف شنه التاريخ اللي صار في هذا المجال لأنه يعرف وين موقعنا اليوم من الأعراب وليش سوينا هاي الأمور وشن تطورتها مثلا هذه الأمور وشن وصلنا إلى ما وصلناه من برنامج عمل الحكومة فاليوم مع المرحلة الثالثة جيم اللي أنا سميتها اللي هي ما بعد الملتقى الحكومي واللي هو البوتوم أب أبروش من خلال مشاركة كل المدراء والمسؤولين في داخل الحكومة في صناعة برنامج عمل الحكومة هذه يخلي الزامية لكل واحد فينا ليس فقط للتنفيذ إنما الزامية للمشاركة بشغف في صناعة التغيير الحقيقي الإيجابي للمواطن كل في موقعه وكل بحسب دوره من الأعراب 85% ما تم تحقيقه من المشاريع الحكومية ضمن برنامج عمل الحكومة هذا ما أكد عليه وزير شؤون مجلس الوزراء خلال عرضه كما قام بتقديم عرض تفصيلي للدور الذي تقوم به مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ برنامج عمل الحكومة والآليات المتبعة لتنفيذ البرنامج والعلاقة التي تربط برنامج عمل الحكومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030 بالنسبة لمثل هذه اللقاءات جدا مهمة ومثرية للقيادات الموجودة في الدولة خصوصا أن هذه البرامج وهذه الدورات تعطينا فكرة على المراحل التي مرت فيها البرامج الحكومية وكل برنامج لا إمكانياته ولا تحدياته طبعا هذه المحاضرات ممتازة ترقى لأخراج كوادر غيادية بصورة مبدعة يعني بالنسبة لي شخصيا حبيت جميع هذه الدورات والبرامج اللي احنا مرينا فيها لأننا انتمسنا فيها مدى تركيز الحكومة لأخراج غيادات مبدعة يعني مو شرط بس أن احنا نكسفي بأداء مهمة لا للتميز والإبداع ويسعى معهد الإدارة العامة بيبة من خلال برنامج قيادات إلى إعداد قيادات حكومية وطنية قادرة على وضع رؤى واستراتيجيات حكومية تتوافق مع تطلعات الرؤية الشاملة لجلالة الملك المفدة التي اتخذت من رضا المواطن هدفا أساسيا من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة له نحو تحقيق التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر